خلينا معنا على الشاشة طبعاً لعيبة النادي الاهلي في الفندق ابتسامة ابتسامة ثقة مش ابتسامة استهتار قدامنا كهرباء علي لطفي بقية اللعيبة هاليو ديانج محمد شريف فيه ابتسامة فيه ثقة فيه ثقة بالنفس الثقة دي مش راجعة من المكسب الكبير بس اللي انت كسبته لا راجعة لان انت النادي الاهلي الكبير النادي الاهلي العظيم النادي الاهلي الاكبر ان شاء الله بإذن الله بإذن الله على الوصول للمبارنة النهائية وبإذن الله احرز اللقب ابتسامة ثقة ابتسامة تحدي تحدي جديد النهاردة تحدي جديد هو حتى بين علي معلول يعني حتى وهو بيبتسم ولكن شايفين بيجز على سنانه ازاي شايفين دي تأكيد المكسب النهاردة ان شاء الله فيه ثقة على وشوش اللعيبة فيه تركيز التركيز بصوا ما فيش حد اصلا على مدار السنين في النادي الاهلي بيستسل مباراة ابدا حتى لو كنت جزبان في البطولة الافريقية بره ثلاثة اربعة خمس بتيجي هنا لا شوت انتهى ما بنسهوش لان هو ده اللي حيوصلني هو ده اللي حيوصلني ده انجاز انا عملته انجاز انا عملته ومعايا معايا حطه على جنب بس ان شاء الله ماتش النهاردة زي ما انا كنت اسد في رادس في تونس وقدرت ان انا حقق مكسب كبير النهاردة ان شاء الله قادر على تحقيق مكسب تاني قادر على تأكيد فوز النادي الاهلي على الترجي في تونس بس المرة دي هيكون وسط جماهرنا وعلى ملعبنا قادر على تأكيد جدارة النادي الاهلي بالوصول مرة اخرى للمباراة النهائية طبعا اللعيبة انا متأكد بعد الماتش طبعا ميستر كولر وكابتن سيد علي الحفيز كان في تهيئة نفسية وزهنية لمباراة النهاردة هيغيب عننا النهاردة العملاق محمد الشناوي ولكن ان شاء الله يرجع لنا بالسلامة بسرعة ولكن ان شاء الله علي لطفي مصطفى شبير اللي حيلعب وان كان الاقرب علي لطفي ان شاء الله جدير النهاردة بحراسة مرمى النادي الاهلي وكلنا ثقة فيه وعلى فكرة ميستر كولر عمل حاجة كويسة قوي 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 الفترة اللي فاتت كلها ما عندوش مشكلة مين يغيب مين يتصاب مين يبقى مستوى نزل شوية هو اعلن عن جاهزية جميع اللاعبين وده اللي شفناه الفترة اللي فاتت اي حد بيغيب اللي بينزل مكانه بيمكن بيقدي افضل مفيش مشكلة في الحتة دي الراجل نجح في انه اه اش عايز اقول فريقين ولكن تقريبا اللاعبة كلها بقت قريبة من مستوى البعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة